مرحبا أهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع اليوم الفيديو يمكن يكون شوية عن الهجرة بس إله توجه آخر وهو دراسة الطلاب الأجانب في كندا يعني الطلاب الغير كنديين أو اللي ما معهم بيار خليكم معنا بعد الفاصل وححكي لكم كتير شغلات مهمة عن هذا الموضوع هذا الفيديو برعاية 365 كندا بأدمولك كل الخدمات للدراسة والعمل في كندا تواصلوا معهم على طرق التواصل الموجودة في هذا الإعلان وإن شاء الله رح يخدموكم يمكن أول سؤال بيسألوا الطلبة اللي بدهم يجوا ع كندا ليش نيجي على كندا شو السبب أول شيء أنه الجامعات الكندية مقارنة بجامعات أمريكا ودول أخرى تعتبر أسعارها ممتازة يمكن مش من أرخص الأسعار مثلا تقارنها بدول الاتحاد السوفيتي السابق أو أوروبا الشرقية بس في كندا تعتبر إذا بتقارنها بالدول من العالم الأول أو الدول اللي فيها الإدوكيشن بتكون هي واحدة من الدول الكويسة الشغلة الثانية واللي مهمة أنه الحياة في كندا حلوة بيحترموا الطلب الأجانب ما معناه أنه هون عنا تعدل الثقافات وهذا الشيء بعطيك أريحية أنك تغيش هون فالحياة سهلة الشيء الثالث الربوتيشن أو قيمة الجامعات الكندية تعتبر من أفضل الجامعات في العالم إلها احترام من جميع المشغلين في العالم معظم دول العالم بيحترموا الشخص المتخرج في كندا وشهادهم اليوم بدنا نحكي عن شغلة مهمة وهي الأسعار الأسعار تبعات التويشن فيزلة أو أسعار الدراسة في كندا تعتبر مختلفة من جامعة لأخرى يعني الجامعات معظمها في كندا حكومية لكن الأسعار بتختلف مثال البكالوريوس بيبدأ من 7000 دولار بالسنة تقريبا 7500 إلى 45000 دولار حسب الجامعة الماجستير بيبدأ من 3200 دولار إلى 42000 دولار ففيه فرق كبير عشان هيك بدنا نحكي بهذا الفيديو أغلى أفضل الجامعات وأرخص الجامعات مش أغلى الجامعات أفضل الجامعات وأرخص الجامعات نبدأ جامعة تورونتو جامعة تورونتو تعتبر أفضل جامعة لحد الآن في كندا دائما تتربع على المرتب الأول أو الثاني البكالوريوس فيها غالي جدا بيبدأ من 40 ألف وبينتهي ب45 ألف بهذا الحدود الماجستير من حوالي 7000 دولار إلى 22000 دولار وفيه برامج عندهم لسه أغلى من ذلك جامعة بريتش كولومبيا أو كولومبيا البريطانية البكالوريوس فيها من 25 ألف إلى 36 ألف والماجستير حوالي 9000 دولار الجامعة الثالثة اللي هي مقيل هدول أفضل تلات جامعات بنحكي عنهم جامعة مقيل من الجامعات الراقية والرائعة تدرس باللغة الإنجليزية موجودة في مقاطعة كيبك عشان هيك بدأ يركز عليه أنا بتدرس في اللغة الإنجليزية البكالوريوس تباعها من 16 ألف إلى 45 ألف والماستر 16 ألف بروح إلى حوالي 25 ألف باعتمد على البرنامج الماكماستر يونيفرسيتي رابع جامعة في كندا البكالوريوس فيها من 20 ألف إلى 27 ألف والماجستير من 16 ألف إلى 19 ألف أو 20 ألف تقريبا الجامعة الخامسة اللي هي يونيفرسيتي ديموريال أو جامعة مونتريال جامعة مدرسة بتدرس في الفرنسي في عندهم بعض البرامج باللغة الإنجليزية البكالوريوس عندهم من 13 ألف إلى 17 ألف والماجستير عندهم حوالي 17 ألف دولار الآن السؤال المهم أرخص الجامعة وهذا جدا رح تشعر بالفرق في الأسعار أول جامعة حطوا لكم اسماعهم باللغة الإنجليزية عشان تدوروا عليهم جامعة براندون يونيفرسيتي براندون يونيفرسيتي جامعة مش من 500 جامعة في العالم لكن جامعة جيدة المكانها في مدينة براندون في منيتوبا هي أرخص جامعة في كندا السعر حوالي 7 ألف ونص دولار للبكالوريوس هذا بنحكي على البكالوريوس الثاني واحدة يسميها جامعة سانت بونفيس هاي بتدرس باللغة الفرنسية موجودة في وينيبيغ منيتوبا وسعرها حوالي برضو 7 ألف وخمسمائة دولار الجامعة الثالثة جامعة جويلف موجودة في مدينة جويلف في أنتاريو السعر تبعها حوالي 9 ألف وسبعمية عشر ألف دولار نحكي بالسنة للبكالوريوس الجامعة الرابعة اللي هي كنيديان مونتيم يونيورسيتي في وينيبيغ تقريبا عشر ألف ونص للبكالوريوس الرابعة موريال يونيورسيتي في نيوفونلاند هاي الجامعة من الجامعات الممتازة موجودة في سانت جونز في نيوفونلاند و لابرادور في شمال كندا في شمال الشرقي على المحيط مدينة جميلة جدا السعر البكالوريوس أو تكلفة البكالوريوس فيها حوالي 11 ألف ونص دولار تعتبر من بالنسبة للجامعات يعني أنا بفضل هاي الجامعة أو جامعة جويلف من جامعات رخيصة الماجستير أرخص الجامعات أول إشي مموريال يونيورسيتي في نيوفونلاند بسان جون نيوفونلاند نفس اللي حكينا عنها تلات ألاف دولار تلات ألاف ومئتين دولار تقريبا سعر الماجستير أو بالسنة اليونيورسيتي أوف نورثن بريتش كولومبيا في برينس جورج بريتش كولومبيا حوالي تلات ألاف وثلات مئت دولار الجامعة الثالثة هي جامعة كالغاري في كالغاري ألبيرتا تلات ألاف وسبعمائة دولار الجامعة الرابعة سايمون فريزر يونيورسيتي سايمون فريزر في براندي باي في بريتش كولومبيا تلات ألاف وسبعمائة وخمسين دولار والجامعة الخامسة والأخيرة اللي هي University of Saskatchewan في Saskatoon Saskatchewan تقريبا 4400 دولار تقريبا التوشم في استباع الماجستير بالسنة الآن سعر الحياة والمعيشة في فيديو حيغطي رح يكون يمكن فيديو طويل لكن ممكن تدخلوا على مواقع كتير وتسألوا أسعار المعيشة بتختلف المعيشة من مدينة لأخرى المدن الصغيرة طبعا أرخص خاصة إيجار المساكن وهذا هو السعر اللي يختلف من مدينة لمدينة باقي الأشياء الأكل والشرب لا يختلف كثيرا فيه اختلافات طبعا بسيطة لكن السعر الأكبر اللي هو السكن وهذا طبعا كل ما رحت على مدن صغيرة كل ما كان السكن أرخص الآن فيه شغلة مهمة الليكم تفهموها أنه الطلاب الأجانب عادة بقدروا يحصلوا على شغلة اسمها سكولورشيبز أو جرانز هاي عبارة عن منح دراسية من الجامعة بتعطيها أو من مؤسسات ثانية هذه المنح الدراسية لا تعطى لأي طالب تعطى للطالب المتميز يعني إذا عندك العلامات كلها إيز وضليتك على الفصل الأول الفصل الثاني بتقدر تقدم يعني ما بعطوكي أووتوماتيك لازم تقدم على المنحة وعادة بتطلعوا إذا فعلا إيز وبعطوك هاي المنحة بتختلف ممكن تقدم على أربع خمس مناح وممكن تكون ألف وممكن تكون عشر آلاف باعتمد على المنحة والداعم الآن كيف تقدم على الجامعات الكندية تقديم على الجامعات الكندية ليس بالشيء الصعب وليس بالشيء السهل إذا ما كنت متمرس وعارف كيف تعمل الابليكيشن الابليكيشن هو أهم إشي بتقدم في طلب بتروح على الجامعة بتدخل بتقدم معلومات عنك بطلبوا ريزومي بطلبوا ريكمنديشن لترز بطلبوا كطالب أجنبي صورة عن جواز سفرك وبطلبوا إثبات الحساب البنكي إنك تقدر تدفع المبالغ اللي عليك بطلبوا اختبار اللغة اختبار اللغة الإنجليزية والفرنسية حسب الجامعة عندك تدرس فيها إذا بك تدرس لغة قبل ذلك ما في داعي لهذا الشرط بعطوك قبول اسمه قبول مشروط هنحكي عنه هلا وفي عندك ترانسليتد أو كوبي من الترانسكريبت اللي هو شهادة الثانوية العامة أو آخر شهادة حصلت عليها إذا البكانور تقدم للماجستير وإذا الماجستير تقدم للدكتوراه تكون مترجمة باللغة الإنجليزية وطبعا إذا وافقوا لك على الموضوع بعطوك ورقة بسموها letter of invitation دعوة بتروح بتقدم فيها بالسفارة على شغلة اسمها student visa بعد student visa بتقدم على شغلة اسم تصريح دراسي وبتيجي تدرس فيه كنانا لعندة أحكي بس آخر شغلة اللي هو إذا ما معك لغة بتقدر تروح تدرس لغة في معهد أو معهد الجامعة هذا بيقدم لك اللغة إذا خلصت مستويات اللغة عندك حلين يا إما بتقدر تروح دايريكت للتخصص اللي في الجامعة نفسها لأنك خلصت مستويات اللغة في هذه الجامعة أو تقدم اختبار اللغة المعيار وهيك بتفتح لحالك اللي هو أو بتفتح لحالك مساحة أكبر إنك تروح على أي جامعة أنت بتختارها حبيت يكون هذا هو الفيديو معلش فيديو في معلومات كتير أرقام كتير يعطيك ألف عافية والسلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر